اشتركوا في القناة وقالت ايران تصريحاتها وقالت انها اسقطت الطائرة من دون قصد الجيش الايراني قال مبررا ان البوينغ الاوكرانية تعتبرت طائرة معادية فاستهدفت في وقت كان التوتر مع الولايات المتحدة عند اعلى مستوى له في اعقاب تهديدات ترامب وقادته العسكريين باستهداف عدد كبير من الاهداف في الاراضي الايرانية في حالة حدوث هجوم مضاد الدلائل جميعا اكدت منذ بداية وقوع الحادث تورط الحرس الايراني باسقاط الطائرة وهو ما اعترف به لاحقا حيث قال انه يتحمل المسئولية الكاملة عن الحادث اذ ان شركة المطارات الايرانية اكدت ان تعليمات الغاء وتأخير الرحلات الجوية في مثل هذه الامور والحالات يعلنها الدفاع العسكري في البلاد وعلى الرغم من ان جميع مسارات الطيران المدني معروفة في انحاء العالم الا ان طهران ادعت انها اسقطت الطائرة بعد ان حسبتها معادية عقب اقترابها من احد المواقع العسكرية التابعة للحرس الايراني روايات عدها الكثيرون تخبطا في السياسة الايرانية لسيما وان طهران حاولت جاهدة خلال الايام الماضية اخفاء ضلوعها باسقاط الطائرة حيث كان وزير النقل الايراني محمد اسلامي قد رفض جميع الفرضيات التي تحدثت عن استهداف طهران للطائرة وقال ان النيران اشتعلت فيها بسبب خلل فني ما تسبب في تحطمها هيئة الطيران المدني الايرانية بدورها اكدت في تقريرها الاولي للحادث ان الطائرة تواجهت مشكلة فنية قبل التحطم وانها اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت الى ارتفاع 2400 متر وعلى ما يبدو فان ايران كانت مصممة على عدم الاعتراف باسقاط الطائرة الا ان اعلان اوكرانيا انها تسلمت معلومات وصفتها بالمهمة من الولايات المتحدة حول حادث الطائرة دفع طهران الى الاقرار بمسؤوليتها لسيما وانها تعلم ان جميع اجوائها مراقبة بامكانيات امريكية متطورة بسبب الاحداث وتصاعد حدة المواجهة بعد مقتل سليماني اشتركوا في القناة